اشتركوا في القناة وتطورات الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وتطوير عمل جامعة الدول العربية بما يمكنها من الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول العربية وخلالها الاجتماع استعرض سيد بير إفيمونت المبعوط الخاص للرئيس الفرنسي المسؤول عن المبادرة الفرنسية لحد القضية الفلسطينية الجهود والتحركات الأخيرة الرامية إلى تنفيذ المبادرة الفرنسية وعلى هامش الاجتماع التحضر لوزراء خارجية الدول العربية عقد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية العربية الربعية المعنية بمتابعة التطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية ومعاد الأمين العام لجميع الدول العربية وذكر البيان الصادر عن اجتماع اللجنة بأنه قد لاحظت لجنة الوزارية تصعيدا إيرانيا كبيرا وخطيرا في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الأونة الأخيرة بما في ذلك الززايد حدث تصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية صادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية وأكدت لجنة على إذنتها واستنكارها لكافة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وطلبت إيران بوقف هذه التدخلات والكافة عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية وكذلك الكافة عن تصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية تجاه الدول العربية مكدا على همية أن تكون العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على احترام سيادة الدول العربية ومبدأ حسن الجوار ترجمة نانسي قنقر